موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ومدين الصلاة والسلام على رسول الله الامين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد الإخوة والأخوات المشاهدون والمستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصعد الله وقاتكم بكل خير ومتعكم الله بالصحة العافية أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من مائدة الرحمن أسأل الله تعالى يجعلنا جميع من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل واطراف النهار أعضيك عننا برحمتك الرحمن الرحمن يا رب العالمين على قناة طيبة الفضائية نسعد كثيرا أيها الأخوات والأخوات أن يتواصل الكلام حول تفسير كتاب الله جل جلاله ونحن في سورة الممتحنة أو الممتحنة وإمكان ينقطع الكلام في الحلقة الماضية في الكلام عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قول ربنا جل جلاله قد كانت لكم أسوة حسنة وتقرأ أسوة حسنة أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه ومر معنا في متواتر القراءات قرأت فكانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه في إبراهيم وقرأت في إبراهيم لكن في إبراهيم الثاني في ذات السورة اتفق القراء أصحاب القراءات العشر المتواترة على أن يقرؤوها إبراهيم إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ومر معنا أن صح ما يقال في تفسير هذه الآية تأسه بالخليل إبراهيم عليه السلام والتأسه بالخليل إبراهيم عليه السلام حق ورد في القرآن الكريم في مواضح كثيرة جدا وأمر الله سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام وأمر الله تعالى هذه الأمة أن يتأسه بالخليل إبراهيم عليه السلام وهذا تشريف عظيم لهذه الأمة وتشريف للخليل إبراهيم عليه السلام كذلك ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك يعني بعد أن امتنى الله على إبراهيم عليه السلام ومدح الله إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأن عمه جتباه وهداه إلى صلاة مستقيم ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملة إبراهيم وقال له الله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين تقرأ دينا قيما وتقرأ دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وبعد أن قال الله عز وجل فتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وذكر الله والنبيين قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي الذين هدى الله بدأهم الله بإبراهيم مع أنه ذكر بعده من كان قبله زمانا اللي هو نوح عليه السلام تلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريتي داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسني وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسعى ويونس ولوط وكل فضلنا على العالمين فبعد أن ذكرهم الله سبحانه وتعالى وذكر الاجتباء والاستفاء قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فالتاسي بإبراهيم عليه السلام هذا تشريف لهذه الأمة وتشريف لإبراهيم عليه السلام صلوات الله وسلام على سائر النبيين والمرسلين قال الله سبحانه وتعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء وهذه الموعدة ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه كما مر معنا في آخر الحلقة الماضية فيما أذكر ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يعني أن لا نكون سببا لضلالهم بل نكون سببا لهدايتهم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا لا نكون سببا لضلالهم هذا معنى جميل معنى آخر لا تجعلنا فتنة أي لا تجعلهم يعادون حتى يكفروا يعني أحيانا بسبب معاداتهم للمسلمين يتعنت ويعاند الدخول في دين الله سبحانه وتعالى لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وأيضا أي قنا عذابهم يعني يا الله أصرف عنا عذابهم أن لا تسلتهم علينا لا تسلتهم علينا فلو صلتوا على المسلم أو عذبوا المؤمنين هذه زيادة عذاب لهم وزيادة فتنة لهم ولذلك لما حرقوا المؤمنين قال الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ولهم عذاب الجهنم ولهم عذاب الحريق لا تجعلنا فتنة للذين كفروا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر هذه الآية تذكرك قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يتأسى بالنبيين ولمن كان يرجو الله واليوم الآخر يتأسى بالرسول الله عليه الصلاة والسلام لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وهنا حتى يتعلق قلب العبد بربه سبحانه وتعالى وباليوم الآخر وليكن كل عمل يبتغي ما عند الله والثواب من الله العلي العظيم سبحانه وتعالى ومن يتولى فإن الله إلى الله والله هو الغني الحميد إيشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزل إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني سبحانه وتعالى كفروا وتولوا واستغنى الله ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد والغني سبحانه وتعالى عن عبادي عز وجل والحميد إن حمده العباد فهو الحميد وإن تركه وأعرض عنه الكفار فهو الحميد سبحانه وتعالى والحميد مستحق للحمد والحميد أهل الحمد والحميد حميد نفسه والحميد أحق من حمد سبحانه وتعالى والحميد له الحمد وحده عز وجل والحميد منه الفضل سبحانه وتعالى وله الحمد عز وجل عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَدَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَدَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وهنا لما أمر الله سبحانه وتعالى أن نتأسى بالخليل إبراهيم عليه السلام وبمن آمن من من كان مع إبراهيم سواء النبي من قبلنا والنبي السابقين صلى الله عليه وسلم أجمعين أو المؤمنون الذين آمنوا بأنبياء الله ورسول الله والعداوة بينكم وبين القفار قال الله سبحانه وتعالى عسى الله جل جلاله أن يجعل بينكم وبين الذين عليتم منهم مودة وفي الآية إشارة إلى أنهم ربما يؤمنوا بالله تعالى ويبشر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن هؤلاء الكفار يؤمنوا بالله عز وجل فآمنوا أيها المؤمنون وتمسكوا بإيمانكم ويبشركم الله أن هؤلاء من يؤمن عصى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا عصى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عديتم منهم مودة ومحبة والله قدير وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى قادر على هدايتهم عز وجل وغفور الرحيم والله غفور الرحيم إذا آمنوا قبلهم الله وعفى عنهم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى الصنة الأولين فإن امتهوا فإن الله غفور الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وهذه الآية سبب النزول ذكروا نزلت في جماعة من طبائل كانت تود المؤمنين وتحبهم وذكروا منهم خزاعة وبن الحارث وكنانة وجماعة من العرب وكانت هناك بينهم وبين المؤمنين علاق ومحبة وكانت هناك معاهدات فقال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم وبعضهم قال إنما الآية نزلت في أسماب تأبي بكر لما جاءت أمها وكانت كافرة وحبت أن تعطيها ابنتها فجاءت أسمالي النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن أمي أتت إلي راغبة راغمة راغبة راغمة راغبة في العطاء وراغمة تكره الإسلام آصلها قال عليه الصلاة والسلام صليها وبريها وانظر إلى سماحة الإسلام وإلى همية بر الوالدين وبر الوالدة وهذا إذا كانت حقا لو كانت كافرة فقالوا الآية نزلت فيها وقالوا إنما الآية في العباس قبل أن يؤمن قال الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم وقالوا إنما الآية نزلت في جماعة من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام من آل هاشم كانوا على غير الإسلام فأنظل الله سبحانه وتعالى هذه الآية والآية طبعا عامة يا أخواننا وبعد ذلك الآية تبقى بعمومها في أهل المعاهدات في أهل الذمة في المستأمنين في المستأمنين في المعاهدين في المعاهدين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم وأن تبروهم من باب البر والإحسان وفي كل كتب دين رطبة أجر وهذا الحديث استدل به عمر رضي الله تعالى عنه لما لما وضع الجزية عن عن شيخ يهودي شيخ كبير في السن يعني يهودي يهودي يعتذر وجد عمر رضي الله تعالى عنه يسأل الناس فقال عمر ما الذي يدفعك للمسألة ليه تسأل الناس فقال السن والعيلة والجزية سنه كبيره ما بيقدر يشتغل وعنده عيال أو فقير وعليه جزية لازم يدفعه فعطاه عمر رضي الله تعالى عنه وأمر له بعطاه من بيت المال وقال ترفع عنه الجزية ما دام فقيرا وعن سائر الفقراء ولما سئل عن ذلك قال في كل كبد رطبة أجر وفي كل كبد رطبة أجر حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعنده النبي عليه الصلاة والسلام قال في الكلب بينما رجل يمشي في فلات اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فشرب فحمد الله ثم خرج من البئر فإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش قال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء فأمسكه بفيه عرضه بفيه وتسلق البئر وسقى الكلب فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة قالوا هل لنا في البهائم أجر يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تبروم تقصط إليهم وتقصط القصة العدل يعني يعني إذا حكمتم فاحكم بالعدل وهنا يذكر ما حدث في قصة الشريحة القاضي لما حكم بالدرع وإن كان القصة ضعيفة إخوانا سندا سندا ضعيفة لكن متنة صحيحة يعني إذا طبعا قد ما ينفصل يعني لكن ما عليش يستدل بها هنا يعني المعذرة إنه إذا السند بيقى ضعيف بعد ذلك نقول المعنى صحيح طيب بدل نقول المتن يعني نقول المعنى صحيح فقصة شريحة لما احتكم اليهودي وعلي بن أبي طالب في الدرع والدرع كان لعلي والدرع عند اليهودي فبقى لا بد من البينا والشهود فقال علي رضي الله تعالى عنه الشاهد عنده الحسن فقال القاضي لا نقبل شهادة الولد لوالده فقال علي أترد شهادة سيد شباب أهل الجنة فقال بالعموم لا نقبل شهادة الولد لوالده فقال اليهودي والله إن هذا الدين لحق الدرع درعك يا علي وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صحت يعني فتقصط إليهم تحكم بالعدل حتى إذا احتكم المسلم والمعاهد فبتحكم بالعدل وتعدل بينهم إن الله يحب المقصطين المقصطين العادلين المقصط العادل يا أخواننا والقاصط الظالم أما القاصطون فكانوا لجهنم حطبة قاصط يعني ظالم سبحان الله ومقصط عادل يحكم بالقصط لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم باب البير والإحسان وتقصط إليهم الحكم بالعدل والقصط إن الله يحب المقصطين بعض قال الآية منسوخة بآيات القتال عموما وبعض قال ما منسوخة ونقول الحق بين هذا وذاك يعني مش منسوخة ما منسوخة لا لكن الحق أن الآية في المعاهدين تبقى الآية في المعاهد في المستأمن في الذي لهما للمسلمين وعليهما عليهم وهذا الصغير من أقوال أهل العلم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ينهاكم الله تعالى عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم والذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم طبعا أساسا ديلة أهل مكة أهل مكة الذين أخرجوا المؤمنين وقاتلوهم في الدين وظاهروا على إخراجهم وبعد ما خرجوا بعد ذلك ما تركوه ولا حقوه وذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر المؤمنين من أن يقعوا في في ولالي أولئك الدين أصلا زي ما مر معنا يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم والسنةهم بالسوء ودوا لو تكفرون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ينهاكم الله تعالى عن أن تولوهم وسبحان الله مدار السورة حول هذا المعنى ينهاكم الله أن تتولوا هؤلاء وكما مر معنا في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ومهما كانت القرابة وصلت القرابة ولذلك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولوا منكم فولاكم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاره في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي للقوم فأسقيه قال الله سبحانه وتعالى أن تولوهم يعني ينهاكم الله أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وهكذا في سائر الآيات يعني عندك مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومن يتولهم فأولاكم الظالمون لا يتضعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهن واتهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحهن إذا آتيتمهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله أليم حكيم سبحانه وتعالى الآية بعدما حدث في الحديبية بعد الصلح في الحديبية إخوانا قصة الحديبية لصة عجيبة جدا وعظيمة وآية من آيات الله كما نعلم أن الحديبية كان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لما خرج ووعد أصحابه أن أنهم سيدخلوا المسجد الحرام بوعد الله لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصر لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبة الآية معناها عظيم وهي بشارة طبعا وبعض المعاهدات أهل مكة أن يأذنوا ويسمحوا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسبحان الله المشركون يأذنوا ويسمحوا للنبي عليه الصلاة والسلام إنه يدخل مكة لكن منظر كيف أصبح المآل بعد ذلك وكيف أن اسم الرسول الله عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سماء مكة وفي كل مكان أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه لكن لما بشو نكث المشركون نكثوا قالوا نحن نعمل معاهدات وحدث ذلك في الحديبية الحديبية وقريش قالت تعمل معاهدات مع النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا بد أن يرجع هذه المرة أو هذا العام والمعاهدات سبحان الله في ظاهرها كان صعبة شوية لأنه كان إذا كان ضمن معاهد عليه إذا جمع من المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام أن يردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا جمع من المسلمين ما شو للمشركين المشركون ما يردهم للمسلمين يخمس الله صعبة في ظاهرة كده صعبة وحكمة الله النبي عليه الصلاة والسلام عاهد على ذلك ورضي بذلك وده كل توجيه من ربنا سبحانه وتعالى وربا سماه فتح ولذلك الجمهور في قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحة مبينة قالوا الحديبية وإذا جاء نصر الله للفتح قالوا الحديبية وجعل من دون ذلك فتحا قريبا قالوا الحديبية لأنها كانت البوابة للفتح والأساس وهكذا حكمة الله تعالى يأتي هذا التدرج وما أعزون روح في القصة لكن خلاصة ما يتعلق بهذه الآية وقريش رسلوا السهيل بن عمر وأسلم رضي الله تعالى عنه بعد ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قال من بعثت قريش قالوا بعثت السهيل قال إذن سهل أمرنا إن شاء الله أمرنا ساهل وهذا تفاؤل منه النبي عليه الصلاة والسلام بالأسماء وحسن ضم بالله قبل كل شيء وقصة السهيل معروفة لما يقول الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم قال لا ما تكتب لنا ما ندري من الرحمن اكتب باسمك اللهم هذا ما عهد أو صالح عليه محمد رسول الله قال لا تكتب محمد بن عبد الله وكان الكاتف هو علي رضي الله تعالى عنه حتى ورد في بعض الروايات اللطيفة لما قال بسم الله الرحمن الرحيم قال لي لا تمسح بسم الله الرحمن الرحيم تكتب لنا باسمك اللهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمحها يا علي أمسحها وأكتب بدلة باسمك اللهم وباسمك اللهم وارد عندنا نحن طبعا أبرك منا بسم الله الرحمن الرحيم لكن باسمك اللهم حتى عندنا في أذكار النوم باسمك اللهم أموت وأحيا باسمك اللهم أموت وأحيا وباسمك اللهم دي عندهم أصلا معروف عندهم حتى لما انكتبوا الوثيقة تعاهدهم بيناتهم يعني بر المسلمين لما انتعاهدوا إنه يحاصروا المسلمين في الشعب مكة وكتبوا الوثيقة في الكعبة إنه ما في ذول ينقض من المشركين إنه ما يعطف على المسلمين أبدا ويضيق عليهم مهما كانت القرابة ومهما كانت كده فكتبوا في الوثيقة باسمك اللهم وأعلقها في الكعبة فجاءت الأرض وأكلتها وما خلت إلا باسمك اللهم كل الوثيقة ضاعت اكلت كلها فالشاهدين عندهم يعني باسمك اللهم لكن ما قبلوا باسم الله الرحمن الرحيم وربنا قال في القرآن إذا قيل لو مسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أن نسجدوا لما تأمرنا وزادهم نفورا ودي قالوا آكد سجد التلاوة في كتاب الله على قول يعني فأبو باسمك حتى جفل لما النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الطائف قبل الهجرة قصة عداس قصة عداس هي موجودة في صحيح البخاري وفي السير لكن الزيادات المطولة جاد عند أبي نعيم وغيره وعند البيهقي عداس لما قدم عنقود العنب للنبي عليه الصلاة والسلام فتناوله رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال بسم الله أو قال بسم الله الرحمن الرحيم فبسم الله الرحمن الرحيم عداس تعجب يعني كيف يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال لي من أين لك الكلمة دي وعند عداس هي الكلمة يمكن اسم الرحمن معروف طبعا اسم الرحمن في الأمم السابقة قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء يعني ذلك مشركين في صورة عزين ما أنزل الرحمن من شيء فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليه قال عبد الله سهيل بن عمر قال لا تمسحوها تكتب اسمك اللهم هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله قال لي لا ما تكتب لينا محمد رسول الله تكتب لينا هذا ما عاهد عليه محمد ابن عبد الله ما تكتب محمد رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمحها يا علي ما فرقت أمحها فعلي قال لي لا ما بمحها والذي بعثك بالحق نبيا ما بمحها قال لي علي ضع أصبع مكانها فمحاها رسول الله عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة جاء في بعض الرياض قال لي علي يا علي لتقفن مثل هذا الموقف بيجيك يوم تتذكر الموقف قريب من ده سبحان الله مرت بعد هذه الحادثة بتلاتين سنة وخرج الخوارج على علي بن عبي طالب والقصة المعروفة ولم لم فلولهم واراد أن يعقد معهم صلحا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مرروا هذا معاهد عليه علي امير المؤمنين قال لي لا 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 المسلمين للمشركين من المسلمين مشى للمشركين ما يرجع والبيجي من المشركين للمسلمين المسلمين رجعون ومسألة بيقى صعبة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني المسألة دي قال صعبة لماذا فمشى لابي بكر الصديق يعني عمر رضي الله تعالى عنه تهيب أن يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر لكن قال كده أنا أتكلم مع أبي بكر أمكن أنا وأبو بكر إذا أبو بكر اقتنع بكلامين نتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لي يا أبي بكر يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ نحن مش على الحق أيوة أليس على الباطل؟ الناس دي مش على باطل أيوة نحن مش على الدين والإسلام والإيمان أيوة ديك مش على الكفر والشرك والباطل نعم طيب على ما نقبل الدينية في دين؟ ليه الصلح ده كده يعني الناس اللي يجوا مننا يمشوا لهم مننا ما يرجعوا واللي يجوا منهم نرجعهم ونحن بعد ما جينا ومحرمين نرجع بدون ما ندخل المسجد الحرام بعد ما دخلنا في إحرامنا ليه نقبل كده نحن؟ العمر دي يفوتوا علينا يقول لنا تاني ما تجوا نحن بعد دخلنا في الإحرام تاني يرجعونا يقول لنا لا تمشوا ترجعوا بعد ما أحرمنا والبي يمشي مننا ليهم ما يجي يجيبوا والبي يجي منهم لينا نرجعوا ليهم؟ لماذا؟ ليه؟ أبو بكر الصديق قال له كلمة واحدة قال لي أليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ده صلى الله عليه وسلم مش هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي أي قال لي خلاص الله أعلم حيث يجعل رسالته يعني الشغل ده والتصرف ده ما منه ده وحي من الله كلمة نزلت بردا وسلاما على أمر سبحان الله شوفه بكر ده عنده مواقف عجيبة يعني ما ما ناقش كثير لكن كلام كلام مقنع وتخيل وتصور يعني عمر رضي الله عنه والمسألة عنده صعبة كيف يقتنع بكلمة كده بس باحث عن الحق باحث عن الحقيقة منقب عن الحق يعني هو بيبحث عن الحق وما مشى للناس ولا أثار لا 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 مشى يا بكر الصديق لما يعلم من فطنته ورجحة عقله وطريثه ورويته عارف أبو بكر الصديق باحث إنه إذا أبو بكر قدر يقنع يقنع إذا ما قدر هو أقنع إذا قدر يقنع أبو بكر هو أبو بكر يتكلم عنه على الصلاة والسلام يعني بهذا الأدب نحن برضو يا أخوانا زي ما فيهمنا موقف أبي بكر لنفهم موقف عمر رضي الله عنه يعني عمر المسألة هي في رأسه كده يعني ديقة مشوشة عليه لكن ما أثار البلبلة ولا جداما لا 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 أبو بكر الصديق يختلف عن الناس وأو فعلا أصاب عمر الهدف بذهاب إلى ذك أبو بكر قال لك المواحدة بعد سمع كلامه ده كله قالوا قال لك أنا عندي لك المواحدة بس هو مش الرسول صلى الله عليه وسلم آي مش عنده الوحي بيجيه من الله آي قال لي خلاص شغل ده ما شغله شغل ده لو فيه أي حاجة كده ولا كده الله بصوبه فقال عمر رضيته بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ده شاهد في الآية دي أخواننا لسا بقى ده الاتفاق البيجي من المشركين للمسلمين يرجع المسلمين ما يقبلوه والبمشي من المشركين للمسلمين ما يرجع عنده علاقة كبيرة جدا بهذه الآية لأنه فيه استثنائه طيب فهمنا المعاهدة والمعاهدة المباية والقصة لكن الحكمة الإلهية طيب كونه واحد ماشى من المسلمين للمشركين ماشى من المسلمين للمشركين وانضم للمشركين وفي موقف زيدة يا أخي الله لا عاده ده يا أخي ما فيه فائدة خلي اللي يمشي ده ما فيه فائدة يعني فيه موقف زيدة موقف زيدة موقف حساس زيدة خل المسلمين ويرتد ومشى لحق المشركين اللي يطير يا أخي دي واضحة دي واضحة بيقى الإشكال الدائر فهم أجاء من المشركين للمسلمين ده هنا الكلام وناس مسلمين كانوا هناك وكانوا مستضعفين ومضرب عليهم الضرب عليهم الحصار يعني مثلا وليقوا فرصة يلحقوا بالمسلمين والمدينة البعيدة ديك ما قادرين الصلاة المسلمين يتعرف الحديبية دي الآن في منطقة اسمها الشميسي يا أخوان انت من جدة لي مكة مع حدود الحرب بس دي هزا تمحل الحديبية يعني قريبة جدا من الحرم اللي في الحدود يعني حدود حتى ولد النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل وقت الصلاة كان يدخل إلى حدود الحرم فيصلي ثم يرجع فأديمنا دلة الجمهور أنه المئة ألف صلاة تشمل كل حرم مكة يعني كل الحدود فالناس اللي جواه فرصة وجواه لحقوا بالمسلمين حسب الاتفاق يرجعوا اليوم سبحان الله سبحان الله سبحان الله إنت عارف طبعا جوا والنبي عليه الصلاة والسلام وديك المشركين اللي حقواه وقالوا اتفاقنا على اتفاق الاتفاق يا محمد صلى الله عليه وسلم على رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم نحن عنا الاتفاق الناس ديل تجمعوا جميعا تجمعوا خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم قال ديل يرجعوا يعني كان ما ما عندوا علوم سلطان ولو مشوا لديك ديك ما حيخلوهم فتجمعوا وقطعوا الطريق على قريش عملوا غلاغ لا يعلم إلا الله لناس قريش شوف الحكمة الإلهية يعني الناس قريش بعد بيقوا فتحلوا من الناس ديل بيقال أي واحد ما يأمن على نفسه ولا على أمواله ولا على تجارته ولا عزبهم عزاب مشوا اشتقهم للنبي عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم مش قلتوا يرجعوا لكم دي أنا ما عندي علوم سلطان فسبحان الله كانوا سببا في أن تخضع قريش شان تشوف أمر الله سبحانه تعالى شان تشوف أمر الله تعالى دا يلا الذي يناسب الآية يا إخواننا في نسوان جو في نسوان جو في امرأة اسمها سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها فالي هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية في أزدالغابة اسمها سعيدة بدأت سبيعة سعيدة بنت الحارث الأسلمية وفيه امرأة اسمها أميمة بنت بشر دا جو اها دا حيمشوا الخلا مع الرجال اقطعوا الطريق ما هو ممكن يرجعون للكفار ما بخلوم فاستثناهم الله تعالى بهذه الآية استثناهم الله تعالى بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن مؤمنات مهاجرات امتحنون كيف كان الامتحان ذكروا أقوالا بالشهادة لكن أصح ما جاء في ذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أعلم بشؤون النساء مع علمها بالتفسير مع علمها بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قولها معتبر جدا هنا قالت إنما امتحنهن رسول الله صلى الله عليه سلم بهذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن لحد آخر الآية دي حنجان إن شاء الله تعالى بإذن الله فدى الامتحان هنا هذا هو الامتحان إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فإن علمتموهن ثبت لكم والله أعلم بكل شيء عليم وسبحان الله سبحان الله شهدت الله يا أخواننا كفى بالله شهيدة يعني شف التفسير الإشار في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات أي وحدة جاءت مؤمنا أي وحدة جاءت في الظروف ديك وفي الوقت داك مؤمنا مؤمنا دي شهادة الله وكفى بالله شهيدة مرحبا قال إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات المؤمنات مهاجرات طيب بعد ذاك قال لك والله أعلم بإيمانهن طالما الله أعلم وهو بكل شيء عليم والله العليم قال المؤمنات شهد الله بالإيمان شهد الله تعالى بالإيمان فلا ترجعهن إلى الكفار طيب الاتفاق 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 خاص بالرجال الاتفاق خاص بالرجال لا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهن لا هن لا النساء ديل لأنهم مؤمنات حل للكفار ديل حرام ولا الكفار يحلون لهن كيف ترجعهم فارق كبير جدا هنا بين الرجل والمرأة فحكمة الله جلية واضح يا أخواننا في هذه الآية وفي هذا الحكم يعني مش مش الآية دي نسخت ولا غيرت لا 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 أبدا الآية دي شرحت الاتفاق هذه الآية شرحت الاتفاق شرحت الاتفاق الاتفاق الذي يأتي من المسلمين للمشركين من المسلمين حسب اتفاقه لأهل مكة ما يرجع طيب الذي يأتي من المشركين من أهل مكة للمسلمين يرجع طيب ده الاتفاق الله قال النساء ما خاشت ثم بيّن الله تعالى الحكمة جل وعلا ليه لأن النساء ديل لا هن حل لهم أصلاً امرأة مؤمنة ما يحيل أن تبقى تحت الكافر وتبقى في زواج كافر ولا يجوز الكافر أن يتزوج المسلم لذلك قال الله تعالى لا هن حل لهم لا هن حل لهم ولهم يحلون لهن شوف العدل والإنصاف واتوهم أنفقهم سبحان الله هم مش المرأة ترجع ما ترجع عليهم هكامو الزوجة أيوة أدو حق الزواج كل حق الزواج الزواجة للزواجة والنفقة الأنفقة أدفعا لهم آتوهم ما أنفقوا القروش الدفعوا أدوها لهم ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن تدفعوا ليه الكفار الكفار الكانون النسوان ديل كانوا زوجاتهم وآمنوا أدفعوا لهم شوف حكمة الله يعني مش تمسكوهن لا 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 أدفعوا لهم القروش طيب دفعتوا القروش خلاص العقد ما في أي عقد بيراته ما في أي حاجة طيب الرحم لابد أن يكون بريء براءة الرحم هنا بحيضة لشأن ما داري نختلاط أنساب لا 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 الرحم نتأكد أنه بريء هذه المرأة تحيط حيضة ده ما حكم خاص بالوضع ده يا أخوانا بحكم خاص مش العدد تختلف من في عدة ثلاثة شهور لليئسات وللها الصغيرة وفي عدة ثلاثة قروه وفي ديال حيضة لكن ما ساكن تدفع تدفع المهر حقهم إذا آتيتموهن أجورهن وفي المقابل أيضا ولا تمسكوا بعصم الكوافر الكوافر جمع كافرة الكافرة ما تمسكوا بعصمتها طيب نحن يمكن نهاية هذه الحلقة والآية أصلا ترتبط بما بعدها من الآيات في خواتم السورة المباركة لذلك بإذن الله إن شاء الله تبقى الاتتاح في حلقتنا القادمة في لقائنا القادمة إن شاء الله وتعالى بإذن الله تحايا خالصة أيها الإخوة والأخوات من الفريق العامل منتظرين منكم دعوات صالحة تشركم في الدعوات ونصر الله يوفقنا جميعا لكل خير نصر الله تعالى أيمن علينا وعلى بلادنا بالأمن واليوم والأمان والأمانة والإيمان والسلم والسلام والسلامة والإسلام برحمتك يا ذا الجلال والكرام إن شاء الله جديد اللقاء بإذن الله إلى ذلك والحين سأدعكم الله السلام عليكم ورحمة الله والله وبركاته مليدة الرحمن